قالت وزارة الدفاع التايوانية إن عشر طائرات صينية عبرت الخط المتوسط لمديق تايوان وهو حاجز غير رسميا بين الصين وتايوان هذا وقامت القوات الجوية الصينية مرارا وتكرارا بالتحليق عبر الخط خلال الأسبوع الماضي في إطار مناورات حربية نظمت ردا على زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة والتي عرضتها بكين بشدة شكرا